تحت حماية مشددة من وحدة شرطة يؤاف في لواء الجنوب وبالرغم من وعود سلطة توطين البدو بأن الهدمة سيقتصر على المعرشات المحيطة هدمت جرفات السلطات الإسرائيلية منزل السيدة الخمسينية فاطمة أبو رقيق التي تعيش فيه مع ستة من أولادها ببلدة تل السبع في النقب رغم تقدم إجراءات شراء الأرض ودفع نحو مائة وخمسين ألف شيكل كدفعة أولى نحن اتفاجأنا بهدم هذا البيت وما أعطوا خبر قبل للعائلة حتى تفضي كل الإغراض فيها حتى الأولاد ماشيين على المدرسة ورجعوا لقي البيت مهدوم فاتفاجأوا مفاجأة وانصدموا الصدمة الصعبة بالمرة وكلهم صابهم خوف وصابهم من هدم البيوت الأول مرة يعني هو موجود في خارطة المدينة في خارطة القرية فلازم أول شيء يعطوا المجلس خبر وبعدين يعطوا صاحب البيت خبر أنه مهدوم حتى يقدر يطلع الواحد أغراضه الموجودين أغراض الشخصية وأعرب أبناء عائلة السيدة المتضررة عن صدمتهم من تنفيذ السلطات لعملية الهدم رغم عدم صدور قرار نهائي من المحكمة وأوضحوا أن الشرطة تسابقت مع قرار المحكمة الذي اتخذ بعد ساعات قليلة بتجميد الهدم وذلك لإفساح المجال لإثمام عملية الشراء للقسيمة الواقعة ضمن الخارطة الهيكلية للبلدة وأبقت عائلة بدون مأوى حيث لجأت إلى ابنها المتزوج ليعيش أربعة عشر شخصا معا في غرفتين حتى في جهات من المنهال قالوا مش راح يكون هد للبيت وتفجأنا يوم الخميس أن الجو ما أخذوا حساب لا ضعوف ولا أطلع نغراض ولا يعني ضعوف في المدرسة ضعوف رجعوا من المدرسة مصدومين يعني بيحسوا دخلوا فتراهم زي ما يقولوا صدمة اللي هم عرفين إيش اللي صار الصبح أفطروا في البيت رجعوا من المدرسة مالك يوبيت تذكر هذه الحادثة بهدم منزل إيهاب سالم أبو كف من قرية أمبطين المجاورة رغم صدور قرار من المحكمة العليا بتجميد الهدم بعد أقل من ساعة من التنفيذ ويبرز ذلك سياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها حكومة نتنياهو بن كفير ضد السكان العرب البدو في الجنوب